أهلا بكم. إحياء لفكرة طريق الحرير أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق مطلع عام 2013. وتقسم إلى الحزام البري الذي يتكون من طرق برية تبدأ من الصين وتصل إلى أوروبا. تتوزع على ست شبكات طرق تصل الصين بالهند وروسيا إضافة إلى سنغفورة والباكستان. كما يصل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر إيران والعراق مرورا بسوريا. يتضمن الحزام البري أيضا شبكة سيكاكين حديدية تتوزع على ثلاث شبكات تصل الصين بروسيا عبر منغوليا. وأخرى تصل بكينا بأوروبا عبر كازخستان مرورا بروسيا وتتفرع إلى فرعين. الأول ينتهي في فنلندا فيما يمر الفرع الثاني بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وصولا إلى إسبانيا. أما الشبكة الثالثة فتصل إلى الشرق الأوسط عبر إيران لتنتهي بتركيا بعد مرورها بسوريا والعراق. أما الطريق البحري فيبدأ من بحر الصين الجنوبي مرورا بالمحيط الهندي. وأبرز محطاته سواحل فيتنام وماليزيا وصولا إلى سيرلانكا والهند. ويتابع الطريق البحري مساره ليصل إلى شواطئ أفريقيا عند الصومال وجبوتي. ومنها إلى قناة السويس وصولا إلى سواحل اليونان وإيطاليا. كما أعلنت بكين عن الطريق القطبي الذي يسعى لربط الصين بروسيا عبر القطب الشمالي. وتحويل هذا الطريق إلى ممر يختصر طرق الوصول إلى أوروبا ما يقارب عشرين يوما. الأمر الذي أقلق أمريكا التي ترى بدخول الصين إلى القطب الشمالي تهديدا لها. ولعل أكثر ما يخلق واشنطن من مبادرة الحزام والطريق يكمن في حجم التبادل التجاري. حيث ستشمل هذه المبادرة أكثر من 68 دولة. بلغ خالص إنتاجها المحلي 40% من الإنتاج العالمي. كما تتيح المبادرة لهذه الدول إمكانية التبادل التجاري بالعملات المحلية. وهذا يعني تحريض الاقتصاد العالمي من هيمنة الدولار.